بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهو لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل آهنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنزرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم مريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فأديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسهون وندينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهو يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتموا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتهوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم القرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار له في آدار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وما تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا نو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتموا إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار وهو لا يسأمون ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ما أهتزت وربت إن الذي أحياء لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحظون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خمر أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذي مغفرة وذي عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعدميا لقالوا لولا فصلت آياته أعدم وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك يناذون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أوسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من معيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأس قنوط ولئن أذقناه رحمة مننا من بعد ضراء أمسته ليقول لنا ذالي ليقول لنا ذالي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب ولير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبي وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظن من من هو في شقاق بعيد سنرين آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق أولم يكفي بربك أنهم على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء محيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر